اليوم راح نحكي باختصار عن امتحان الانكليكس الامريكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء وبنتكلم عن الهجرة والسفر الى بلاد ثاني فلو عجبك العنوان خليك معنا للاخر ولا تنسى الهند واشنج البس الجلافز وهات الماسك والحقنين امتحان انكليكس اللي هو امتحان الناشونال كونسل licensure examination for registered nurses وفي امتحان شبهه للpractical nurses اللي هو الممرض المشارك نفس الاسم بس في الاخير PN هذا الامتحان بالعادة بكون عدد الاسئلة فيه مش ثابت حسب شطارتك انت فممكن يجيك 85 سؤال ممكن توصل فيك 150 سؤال ليش كمان شوي بقولك ليش لو رسبت في الامتحان مسموح لك تعيده 5 مرات خلال 3 سنوات يعني تقريبا كل 5 اشهر راح تعيده مرات في نهاية الفيديو راح اقول لك كيف تدرس على الامتحان امتحان الانكليكس RN exam اهم نقطة فيه انه يختبر النيرسينج جوجمانت الموجود عندك يعني انا ما راح اجيب لك اغلبية الاسئلة عبارة عن بصم قديش السكر الطبيعي مثلا 110 قديش البوتاسيوم الطبيعي ولا 3.6 لا انا راح اقول لك فيه سيناريو واحد دخل مستشفى كان واجعه كذا كذا فحصاته كذا كذا صور الشاشعة فيها كذا كذا شو بتعمله فانا بهمني تكون عندك القدرة على وعندك القدرة على وعندك القدرة على وبتعرف شو هي علامات الخطر وبتعرف كل وجه او كل علامة او كل عرض من اعراض المريض شو معناها وشو العلاقة بين الاعراض وبعضها بدك تعرف تعمل تحدد شو هي المشكلة اللي عند المريض وبدك تعرف تطبق المعلومات اللي درستها في الجامعة على الحال اللي قدامك وهم إشي تعرف تعمل إفاليويتنج لوضع المريض وإفاليويتنج بعد ما تعمل الهيلث إدوكيشن إنه استفاد منه ولا لا السؤال الأهم هل امتحان الإنكليكس صعب أو هل شفته صعب أو هل هو أصعب من الامتحانات الثانية أو الامتحانات اللي كنا نشوفها في الجامعة امتحان بشكل مختصر هو سهل ممتنع يعني على قد ما تدرسه وعلى قد ما تجهز حالك إله على قد ما تشوفه سهل جدا هاي النقطة نقطة ثانية إذا درست بالطريق الصح وإذا درست مع إنسان فهمان وبيعرف ربنا راح تشوفه سهل جدا لكن أنا بقول لك ليش الناس بتشوف الامتحان صعب الامتحان أولا نوعية الأسئلة أو أقسام الأسئلة اللي بتيجي بالامتحان فيه 9 أو 10 أنواع من الأسئلة اللي بتيجي بالامتحان مش زي الأنواع اللي انت متعود عليها لما كنا نأخذ امتحان شامل أو امتحان آخر سنة بالجامعة اللي هو امتحان المكثف كان يجينا بعض الأسئلة أدلت بعض الأسئلة كريتيكال بعض الأسئلة منتال هيلث بعض الأسئلة متيرنتي بيدياتريك امتحان الإنجليكس مش مقسم إلى الأقسام هاي هاي نقطة نقطة ثانية الأمراض اللي شائعة في أمريكا مش زي الأمراض اللي شائعة عندنا لو جيت على الأردن مثلا معظم الشعب عنده ضغطه سكري لو فاتحت كتاب الإنجليكس راح تلاقي نص الكتاب كوفيد وتي بي وسي في اي وهارت فييلر هاي الشغلات اللي بركزوا عليها فانت راح تدر الشغل انت مش متعود تركز عليها ما رجع عليك أوكي بس مش حط ببالك انه نص الشعب معه والأمراض هاي أحكي لك الامتحان من إيش بتقسم طبعا الأرقام اللي قدامك على الشاشة هي عبارة عن أرقاب الأسئلة اللي راح تجيك في الامتحان تقريبيا هذا لو إجاك 85 سؤال طبعا أنا راح أطيك الأجزاء بدون ترتيب لأنه كل إنسان في الامتحان راح يجي الأجزاء بترتيب مختلف ممكن أنت أول سؤال يجيك mental health أنا أول سؤال يجي لماتيرنتي هذاك أول سؤال يجي فارماكولوجيا وهكذا لكن لازم يجيك الأسئلة في الأنواع هاي أو العنوين هاي كلها safe and effective care environment هذا العنوان من درش تحتيه شغلتين safety and infection control and management of care safety and infection control لازم يتأكدوا أنك أنت كممرض آمن على المريض يعني بدك تكون عارف في شغلة prevention of accidents بدك تكون فاهم في إشي اسمه emergency response plan بدك تكون عارف ergonomic principles اللي هي position متى المريض بيكون سباين متى يكون برون متى يكون sitting متى يكون standing بدك تكون متأكد من error prevention وبداك تفهم في infection control بدك تعرف شو هي PPA بدك تعرف شو تلبس لكل مرض incident report بدك تفهم فيه أي إشي بتعلق بالsafety للمريض وإنه ما يصير له مضاعفات بدك تفهم فيه هذا الجزء من الامتحان راح يكون عليه من 9 ل 15 سؤال من 17 ل 23 سؤال على management of care المanagement of care اللي هو أي إشي فيه نواحي قانونية زي مثلا advanced directives اللي هي زي الوصية بكتبها المريض advocacy كيف تدافع عن مريضك case management client rights بدك تعرف شو حقوق المريض حسب القانون الأمريكي concept of management management المنجمة مهمة جدا في الامتحان بدك تعرف شو شغلك شو شغل الطبيب شو شغل practical nurse وشو شغل nursing assistance ومهم جدا تفهم بالdelegation هاي لحالها عليها أقلش عشر أسئلة ethical practice بدك تفهم عن الconcent form وبدك تعرف إشي اسمه supervision لما أنت تشرف على ممرض تعيين جديد أو طالب شو المسئولية اللي عليك وشو المسئولية اللي عليك وهكذا الجزء الثاني من الامتحان رح أكون عن health promotion and maintenance هذا الحال عليه من 6 ل 12 سؤال بالعربي مادة الـ adult one اللي هي بدائيات الصحة يعني الـ adult معداء critical بتكلموا عن العناية قبل الولادة بعد الولادة خلال الولادة قبل العملية بعد العملية الـ self care الـ physical assessment الـ screening للهيلث الـ health promotion prevention لأي ديزيز بالدنيا الهيلث بشكل عام الولنس بشكل عام كل هذا بيكون موجود هون بالعربي أسئلة المنتال رح تكلموا فيها مش بس عن الأمراض النفسية الناس بتفكر المنتال يعني بس رح نتكلم عن الدبرشن والسكيزوفرينيا والمانيا والأشياء هاي لا ممكن تحكي عن الـ abuse الـ neglect الـ behavioral interventions ممكن تحكي عن الـ dependency أو الـ addiction بشكل عام ممكن تحكي عن الـ crisis intervention رح تتكلم عن end of life care grief and loss فيه إلو جزء برضو في الامتحان كيف تعمل management للـ stress ترابيوتو الكميليكيشن مهم جدا 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 أكيد أكيد رح تجيك من 10 إلى 12 سؤال لو المريض جل لك كده كيف بترد عليه فهاي بدك تحفظها زي اسمك طبعا الـ psychosocial integrity بيجي عليها من 6 إلى 12 سؤال الفيسيولوجيكال integrity تقسم إلى أربع قسام هاي الفيسيولوجيكال ممكن عليها نصف الامتحان أول جزء اللي هي الـ pharmacological and parental therapy الأدوية رح يسألك عن دوا ويقول لك شو side effect تابعه شو الـ adverse effect تابعه الأوفردوز تابعه شو بتسوي وهكذا فلازم تكون عارف كل إشي عن الأدوية الموجودة في الكتاب لازم تكون عارف الـ IV fluids الموجودة في الكتاب بدك تعرف عن الـ blood والـ blood products الـ blood transfusion بدك تعرف كيف تعمل calculation للدوز خصوصا بالأطفال بدك تعرف إشي عن administration الـ medication و أي إشي بنعطى IV مثل الـ TBN مثلا هاي الفارما عليها من 12 لـ 18 سؤال الجزء الثاني اللي هو basic care and comfort رح تتكلم فيه عن elimination للمريض رح تتكلم عن assistive devices مثل العكازات وغيره لما يتحرك المريض شو بصير comfort intervention اللي هي non pharmacological كيف تعمل comfort للمريض nutrition hydration dehydration personal hygiene rest and sleep أي إشي اللي هي العادات الأساسية للصحة أو للنظافة الشخصية هذا الجزء من الامتحان بيجي عليه من 6 إلى 12 سؤال الـ physiological adaptation اللي هو مادة الأدلت alteration in body system أي مرض بالجسم بيجي في هذا الجزء fluid and electrolyte imbalance بدك تنسأل عنه هون illness management كيف تعمل management لأي مرض والemergencies في أي مرض برضه شو تتصرف حيالها والباثوفيسيولوجي لأي مرض بدك تكون فاهمه و unexpected response to therapy يعني واحد أخذ دوا صار عنده reaction أو صار عنده side effect شو بتسوي هذا بتلاقيه هون ممكن يجيك من 11 إلى 17 سؤال على الجزء هذا آخر جزء اللي هو reduction of risk potential هذا الجزء بيجي عليه من 9 إلى 15 سؤال ويتكون من vital sense لما تصير abnormal شو بتعمل diagnostic test لصور الأشعة laboratory values بدك تحفظ كل الأرقام المختبر الموجودة جوه لكتاب potential for complication إذا فيه احتمال لمضاعفات لأي إشي أو لأي صورة أو لأي فحص أو لأي عملية بدك تكون عارفة therapeutic procedure مثل صور الأشعة مثل الطبقية مثل الرنين مثل القسطرة راح تلاقيها موجودة هون فإن تفهمت شو الفرق بين الامتحان العادي وبين الإنكليكس ما بيجيك سؤال إنه والله هذا السؤال maternity أو السؤال هذا muscular muscular أو cardiovascular لا السؤال هذا عبارة عن مضاعفات معناته بيحكي عن reduction of risk potential السؤال بيحكي عن دواء من أدوية الضغط معناته سؤال pharma السؤال هذا مثلا بيحكي لك عن مريض معه ضغط أوكي بس هو بيقول لك ابنه بيضربه معناته هذا بيحكي عن neglect معناته بيحكي عن mental health من الفروق الثانية بين الإنكليكس والامتحانات اللي إحنا تعودنا عليها مستويات الأسئلة أسئلة امتحانات الإنكليكس أكثر من المستويات اللي إحنا تعودنا عليها إحنا تعودنا على مستويين دائما بروحة الجامعة بيجينا الامتحان 25 سؤال منهم 22-23 سؤال سهلات أو متوسطات اللي هو عبارة عن بصم قديش النور مرينج للسوديم والله 135 30-150 أوكي قديش النور مرينج للسكر مثلا 70-110 وآخر سؤالين أو ثلاث اللي بيسموهم في مستوى الطالب المبدع هذول من المستوى الثاني أو من الليفل الثاني اللي هو بيقول لك مريض ميل عمره 60 سنة اجي على الطوارئ عنده فحصاته كذا الاسي جي تبعه كذا الاكس ري تبعته بتقول كذا شو بتعمله هذا عساس أنه صعب في الإنكليكس هذول الاثنين أسهل مستويين أو الأول والثاني لسه فيه ثاني ثرابة فعشان هيك بعض الناس أول ما يسمو عن الامتحان ببطله يدخله في القصة كلها أنا أعطيك مثال أول مستوى للأسئلة في الدنيا كلها مش بس في الإنكليكس اللي هو الريكول أو بالعربي التذكر أنت بصمت معلومة معينة وبدك ترجع تكتبها زي ما هي فتطلع على السؤال التالي لو سألك شو هي المضاعفات أو أشهر المضاعفات أو أكثرها شيوعا اللي بتصير في أول يوم بعد الليفر بايوبسي راح تقول له على طول الكبد عبارة عن عضو فسكولارايز يعني فيه شعيرات دموية بكثرة فلازم يكون فيه هيموريج هذا الوضع الطبيعي هاي المعلومة إخدتها زي ما هي بصمتها زي ما هي إجتك سؤال مباشر في الامتحان زي ما هي فهذا المستوى الأول من الأسئلة المستوى الثاني اللي هو يعني تفهم العلاقة بين إشي والثاني وبتبني عليها الجواب يعني فكرة أولى بتستنتج منها فكرة ثانية مثلا الممرض فاهم إنه الهيموريج اللي بصير بعد الليفر بايوبسي سببه واحد من التالية ما قال لك ليش بصير الهيموريج لا شوف كيف أولا في كثير لاحظ إنه بقول لك يعني جنب الليفر مش جوه الليفر نفسه فهذا هو الجواب الصح طبعا مش دائما طبعا لا غالبا بتكون قطعة صغيرة ولا كي بددخل إبرة عبر الجلد وشي القطعة كبيرة مستحيل فهو ما قال لك ما سبب أهم مضاعفة من مضاعفات الليفر بايوبسي قال لك الممرض اللي شاف المريض أو استلمه من العمليات فهم إنه لهم رجمهم كون يصير بسبب إيش فانت ركبت معلومتين على بعض المستوى الثالث من الأسئلة وهو مستوى الابليكيشن فإنت بتكون عندك معلومة أولى بتجميها مع المعلومة ثانية بتنتج لك معلومة ثالثة بتطبيقها على السؤال فبطلع السبب ألف هو با فبتجاوب يعني ثلاث خطوات مثلا بيقول لك مين من الأعراض التالية اللي لما تشوفها في مريض صار له أجل من 24 ساعة عامل الليفر بايوبسي معناته إنه في واحدة من مضاعفات المحتملة للبيوبسي صارت معها تشوفت كيف أولا ممكن نصير مع أنوريكسيا طبعا كلهم ممكن نصيرهم بس السؤال أني أكثر واحدة محتملة أنوريكسيا نوزيا ممكن أبدو من الدستنشن قول ممكن البلس 112 يعني تاكيكارديا بلاد براشر 160 يعني هايبوتينشن الرسبيريشن 20 نعتبره طبيعي بين الزبايوبسي صايت تشوف أي عملية بصير بعدها بس خلينا في رقم ثلاث لما تقول تاكيكارديا وهايبوتينشن شو معناتها معناته بلش المريض يدخل فيه شك طب الشك من وين رح ييجي إله أسباب كثيرة منها الهايبوفوليميا الهايبوفوليميا من وين بده ييجي خسر سوائل طب شو السائل اللي ممكن خسره في عملية أو في خز على الكبد الدم انت شفت أنهم ثلاث خطوات وربع عض فإذا مريض بعمل عملية أو خز على الكبد أكثر إشي محتمل أنه يخسر دم وبالتالي يخسر سوائل وبالتالي تنقص السوائل وبالتالي يصل للهايبوفوليميا اللي هي من مضاعفاتها الشك والتي من أهم أعراضها أنه بيكون تاكيكارديا عنده وهيبوتينشن يعني الفرع الثالث الليفل الرابع اللي هو الأناليزيس يعني أنت بتجيب معلومة بتركبها أو بتشتق منها الثانية ومن الثانية الثالثة ومن الثالثة الرابعة شوف السؤال مثلا وخمسين سنة بيأخذ دواء اسمه هاليدول الممرد لازم يساعد المريض أنه يختار الوجب الصحي المناسبة إله طيب المعلومة الأولى المريض بأخذ هاليدول يعني عنده مريض نفسي بأخذ هاليدول إله المهدئ هاي النقطة النقطة الثانية الهاليدول هل بلزمه أصلا وجبة خاصة ولا لا لا ما في إشي بالدنيا بيقول أنه الهاليدول لازم الأكل يكون أكل مخصوص أو مثلا قليل سكر أو قليل ملح أو قليل دهون يوكل البدو يا المعلومة الثالثة أني من الوجبات التالية وجبة طبيعية فإذا رقم اثنين هل جواب الصح عرفت شو الفرق بالمستويات بين الأسئلة فالاناليزز دائما بيجيب لك familiar piece of information في unfamiliar setting يعني المعلومة نفسها بتكون معقولة أو أنت متعود عليها بس بحط لك إيها في شكل أو في سياق أنت مش متعود عليها هذا السؤال اللي قدامك معنى أي من الوجبات التالية تعتبر وجبة متوازنة صحيا بس أو وجبة طبيعية هل ممكن تتخيل أنه هذا قصد من السؤال لا يمكن عشان يكن نستعتبره صعب فإذا ليش بنحكي كل هالحكي الأربع مستويات هذول في إيش بيهمونا أنت بتذكر أول فيديو لما قلتلك أنه في ناس بيجيهم 85 سؤال وفي ناس 150 طب ليش امتحان الإنكليكس عبارة عن كمبيوتر أدابتف تيست يعني قبل ما يجيك السؤال الأول وتحله وتكبس نيكست فيش حدا بالدنيا لا أنا ولا أنت ولا حتى الكمبيوتر نفسه ولا اللي حط الأسئلة بعرف شوه السؤال الثاني حلية السؤال الأول أو كبست نيكست بتبين معك شوه السؤال الثاني طبع الكمبيوتر بيكون فيه جوا بنك أسئلة عشرات الألاف من الأسئلة فهو أنت حلية سؤال صح بيجيك اللي بعديه أصعب منه حلية السؤال غلط بيجيك اللي بعديه أسهل منه وهكذا ليش عشان لما تخبص يعطيك مجال أنك ترجع أنك تزبط وضعك فأنت رح يجيك أول سؤال من النص من المستوى الثاني أو الثالث حلية صح بيجيك من الثالث حلية صح بيجيك من الرابع حلية صح بعدها بيجيك كل الأسئلة من أصعب مستوى لذلك لما تفوت على الامتحان وتلاقي كل الأسئلة صعبة يعرف أنك مبدع هاي نقطة النقطة الثانية لو بالعكس يجيك سؤال من مستوى الثالث حلية غلط اللي بعديه من الثاني حلية غلط اللي بعديه من الأول حلية غلط رحضا لطول الامتحان يعطوك أول 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 فلما تحس أن كل الأسئلة تافها وفي الأخير سكر معك على 150 معناته أنت رسبت وهاي نقطة مهمة جدا كثير ناس بيفكروا إنه لو أنا سكر معي على الحد الأدنى اللي هو 85 معناته أكيد ناجح أو أكيد علامة عالية جدا لا مش شرط زي ما تشاهد بالصورة كل سؤال قبل ما أعطيك بيكون مجهز بعديه اثنين إذا عطيت الجواب صح بعطيك الأصعب منه وإذا عطيت جواب غلط بعطيك الأسهل منه وهكذا عشان هيك بسموه Adaptive Computer Adaptive Test يعني يتكيف حسب الرسبونس تبعك أو الجواب تبعك طيب كيف يعتبروني ناجح ولا راسب شايفي الخط اللي في نص الشاشة هذا اللي هو Passing Level بيجو آخر الامتحان لو أنا مثلا أعطيتك 85 سؤال ومنهم على سبيل المثال 50 فوق هذا الخط يعني مجاوبهم صح و35 تحت هذا الخط يعني مجاوبهم غلط فإذا أنت ناجح لو بالعكس أنت مثلا حلت 10 صح و75 غلط تبقى أنت راسب بس هيك يعني علامة النجاح 50% لا موضوع مش بها البساطة تذكر قبل شوي لما قلت لك أنه الامتحان يتكون من 9 أو 10 مواضيع تذكر في كل موضوع من هذول العشرة بدك تجيب نص العلامة أو أكثر يعني مانجمنت أوف كير إجاك 17 سؤال قدش نصهم ثمانية ونص لازم تحل 9 أو أكثر حلات التسعة هيك نجحت بالجزء الأول محلاتش بيظل يعطيك أسئلة مانجمنت أوف كير سهلة إلى أن تحل نص البعطيك يعني أنت بعرفت تجيب 9 من 17 بعطيك 10 بيقول لك حل منهم 6 بسامحك محلات حلات محلاتش بعطيك 4 بيقول لك حل منهم 3 بنعطيك المرحلة بعدية حلات حلات ما حلات بيقول لك هاي 5 حل منهم 3 بنعطيك المرحلة بعدية عشان هيك بعض الناس بلاحظ أنه جاء 100 سؤال فارما بس ليش؟ لأنه أول 5 أجينك ما حلت نصهم صح إن جاءت بالجزء الأول بيجيك بعدين مثلا health promotion مفروض يجيك 12 سؤال يعني لازم تحل منهم 7 لو حلت أقل من السبعة فأنت رح يجيك كمان 5 أو 6 أو 10 أو اللي هو لازم تحل نصهم ما حلتهم بيجيب لك كمان 5 حل نصهم ما عرفت بيجيب لك كمان 10 حل نصهم ما عرفت بيجيب لك كمان 20 حل نصهم بنجهك وهكذا بعض الناس بيقدم 85 سؤال بفكر حاله ناجح بيطلع راسب وفي كل الأجزاء ليش؟ لأنه الكمبيوتر لو أعطاك مثلا 10 أسئلة وطلب منك 6 وانت جابتهم كلهم غلط ما رح يحاولي ساعدك فإنت من أول 10 أسئلة انت راسب شو ما عملت بعد هيك على الفاضي العشر أجزاء لو حلت كلهم صح وانجحت فيهم كلهم وفي جزء واحد جبت فيه 4 من 10 خلص انت راسب بالامتحان ده كتعيد امتحان الإشي الثاني اللي بخلي الناس تستصع بالإنكليكس نوعية الأسئلة ولو أنه معظم الأسئلة بتكون multiple choice والmultiple choice بيكون دايما أربع أفرع واحد منها صح ما في إشي اسمه فيه صحيح وفيه أصح لا هو واحد صح والثلاث خطأ زي ما نشايفك فأول نوعية من أنواع الأسئلة اللي هو المultiple choice العادي اللي احنا بنعرفه فيه نوعية بيسموها select all that apply يعني ضع علامة على أي جواب ينطبق عليه الصحة بيختصروها ساتة ممكن يكون خمس أو ست أو سبع أفرع السؤال ممكن يكون واحد صح ممكن ثلاث ممكن أربع ممكن كلهم طبعا من جديد صاروا يحطوا أسئلة الكيس الواحد عبارة عن صفحة بيحكي لك قصة حياة المريض وكل إشي بعاب ووريك صبره وفحوصاته وتحليل وضغطه ونبضه وحرارته ووزنه وطوله وكل شيء وبعدين عن نفس المريض بسألك 6-7 أسئلة واربعات النوعية الثالثة من الأسئلة اللي بسموها الـ hot spot نادرا ما تيجي يمكن يجيك سؤال أو 2 من هذون ويمكن ما يجيك اللي هو بيقول لك راسم لك صدر المريض مثلا وين بتحط السماعة وقت السي بي آر قال من بأن عمره كذا ووزنه كذا وإلى آخرين النوع الرابع fill in the blank بيجيك سؤال غالبا غالبا راح يكون medication calculation فراح أقول لك هذا المريض أكم مل بنعطيه أو قديش تركيز الدواء اللي بنعطيها فراح يكون التجواب رقم 10 ملي جرام 20 ملي جرام 5 ملي ليتر 7 ملي ليتر إشي زي هيك بدك تنتبه لشغل إنه كاتب لك الوحدة ولا لا لأنه هذا كمبيوتر ما بفهم إنك نقصت أو زدت حرف فإذا الجواب 5 ML وهو كاتب لك ML تكتب 5 بس إذا مش كاتب تكتب 5 ML كاملة النوعية الخامسة اللي هي drag and drop أو ordered response questions بيكون خطوات process معينة أو skill معينة مثلا كيف تركب الكانيولة كيف تركب الانجي تيوب كيف تعمل section للمريض كيف تعمل dressing للمريض فبتلاقيهم الخطوات على الشمال تمسكهم واحدة واحدة وبتحملهم على اليمين بالترتيب طبعا معظم الأسئلة من النوعين الأولين اللي هم مضع دائرة سواء الجواب 4 فروع أو 6 أو 7 قليل ما يجيك الباقي النوع السادس اللي هو chart or exhibit questions يعني بعطيك صورة أو chart أو جدول وبدك تطلع من الجدول جواب السؤال فبقول لك مثلا هاي أنواع أدوية بخذها المريض المريض قال لك مثلا من شهر جاء يعترى بسبب أنوا فيهم مثلا أو الدكتور بده يكتب له الدواء الفلاني الدواء الفلاني يتعارض مع واحدة من مشاكل المريض مثلا الدواء الفلاني يتعارض مع المريض عنده ثرمبوزز أسبب المثال أو المريض عنده MI قبل هيك أو المريض عنده كذا بدك تطول الجواب من هذا الجدول العطاكية النوع السابع اللي هو graphic questions وغالبا إيا بيكون ECG إيا بيكون تخطيط لنبض هذا جنين أو إيش زي هيك فرح يسألك عنه هذا normal مش نور شو تعمل فيه إلى آخر بدك تكون فاهم بالأشياء هاي النوع الثامن ممكن يجيك سؤال audio ممكن يسمعك تنفس مريض وقولك هذا normal ولا مش نورمل هذا ويزز ولا كراكلز ولا إيش سألت الفيديو ممكن يوريك مثلا ممرض دخل عمريض حاكم معاكل متين أعطى الدواء شال واجبة المريض على حاله نسي يشرح له عن الدواء مثلا نسي يشيل شغل معين من جنب المريض نسي يذكره بشغله معينة نسي يسأله أكلته ولا لا فكيف أنا كإنسان متقدم لامتحان الإنكليكس لازم أكون إنسان ناجح أو أعدى الامتحان لازم يكون عندك أولا بيز بد يكون عندك نولوج أو قاعدة تركن عليها بد يكون عندك شوية معلومات يعني إلا خدته بالجامعة ما منسيتوش هاي نقطة نقطة ثانية عندك القدرة إنك تفهم كل سؤال شو بده ممكن يجيب لك سؤال عشر تسطور ويحكي لك قصة تحت المريض ويقول لك حتى طوله وزنه والفيتال سناز وفحصات المختبر كل شي في الأخير يقول لك المريض بده ياخذ أسبرين مثلا يطلع سؤال بده شو السيد أفكت للأسبرين وكل المعلومات هاي المحطوطة بالنص هاي حشو بس عشان الأخبطة ولازم ما نضيع تركيزك في نص السؤال لو تعبت لو نعست فجأة لو جعدت في نص الامتحان لو أجاك مغز بدك تعرف كيف تكمل لأنه هذا الامتحان ما بينعمل كل يوم وبيكلف وقت كثير وفلوس كثير أنت مش فاضي كل يوم تعيده الناس اللي ما بتتجح بالامتحان ليش ما بتنجح هذا سؤال حلو في ناس بتقرأ نص السؤال ما بتكمل للنص الثاني في ناس بتقرأ السؤال وبتفهمه غلط وبتفكر حالها فهمته صح في ناس بتفكر حالها بتفهم في كل إشي وفي ناس ما بتستعمل إلا المستوى الأول اللي هو طريقة الريكول أو التذكر فبيشوف اسم دواء مثلا بروح بدور في الخيارات وانسايد افكت والسؤال أصلا بده أعراض الوفردوز تابعه مثلا في طريقة غلط كثير من الناس بتتبعوها أنه بقرأ السؤال بقرأ الخيارات بقرأ السؤال بقرأ الخيارات الطريقة الصح أنك تقرأ السؤال وانت مغطأ ايدك على الخيارات ما تشوفها وبعدين تقرأ الخيارات مرة واحدة وتختار منها الجواب الصح وما ترجع تقرأ السؤال لأنك لو رجعت قرأته احتمال 75% تغير جوابك أو تغير رأيك من أكبر الغلطات اللي بيستعملوها بعض الممرضين أنه بيجاوب السؤال بناء على خبرته الشخصية السؤال بده يعني تجاوب كما قال الكتاب يعني أنت إنسان أيديال يعني أنت قاعد في المستشفى متطور موجود في كل الأدوية مش مستلم إلا هذا المريض ومعك العمر كله تعمله إديوكيشن وتعمله تثقيف صحي وتعمله دعم نفسي وكل إشي لا تقول لي احنا متعودين نستلم أربعين مريض ونطلع المريض مرة بالشفت هذا الحكي بيزبوطش في الامتحان طبعا من جديد آخر سناء أو سنتين صار فيه إشي اسمه Next Generation فصار فيه بعض التغييرات على الامتحان منها أنه كان مثلا مسموح لك تعمله ثلاث مرات بالعمر صار مسموح لك خمس مرات وقدامك ثلاث سنوات عشان تقدمهم منها أنه مثلا كانت الأسئلة من 75 إلى 265 هس صارت 85 إلى 150 وال85 منهم 15 هذول تجريبيات بيكونوا فيه أسئلة حطوه جديد بدهم يشوفوا إذا أغلب الناس عرفوا يجاوبوها فاللي بيقدم بعديك بنزلوله هذا السؤال سؤال حقيقي فمن ال85 فيه 70 دخلات في المعدل و15 أنت بتحلهم على الفاضي لو وصلت الـ 150 برضو فيه 15 مش دخلات في المعدل و135 أنت حليتهم عشان المعدل قديش علامة النجاح زي ما قلت لك الامتحان تقريبا 10 أجزاء لازم تجيب أكثر من النص في كل جزء لو جبت علامة كاملة في كلهم وواحد جبت فيه 4 من 10 خلص انت راسب في الامتحان وبتعيد الامتحان كيف بدك تدرس الكتاب أنا بقول لك كيف تدرس الكتاب أنا بقول لك أولا الكتاب بتشتري ما بتدرسه بنفس الترتيب اللي هو موجود عليه الكتاب السيد العزيز بندرس بالطريقة التالية أول شي الشركة اللي انت راح تهاجر عن طريقة 100% راح تطيق دورة يوم أو يومين أو ثلاث اللي هي استراتيجيات الامتحان أنا أعطيتك لمحة بسيطة بس فعليا بدك أقل شي محاضرتين كل واحد أربعة ساعات أو ثلاث محاضرات عن استراتيجيات الامتحان اللي هي بتساعدك جدا بالامتحان بحيث أنه احتمال 60 أو 70% لو أنت ما بتعرف عن أي مرض بحكو أو أي دواء بحكو راح تحل السؤال صح لأنك فاهم شو يعني الاستراتيجيات هاي الشغلة شغلة ثانية أول شابتر بالكتاب اللي هو اللي بحكي عن مقدمة للامتحان أو كيف تقدم امتحان يمكن 15 صفحة تقراب يوم وبتريح رأسك بس المادة اللي راح تدرسها في الكتاب تقريبا 1070-1080 صفحة فإنت مجهز حالك أنه هاي الكمية من الأوراق تخلصها بثالث أشهر أو بتسعين يوم قسم هذا العدد على تسعين يوم بطلع تقريبا 12 ربع 12 نص بول 13 صفحة في اليوم فإنت علشان تضمن أنه تخلص الكتاب في ثلاث أشهر أو أقل أي تشابتر 13 صفحة فما أقل بدك تقرأه في يوم إذا تشابتر 5-6 صفحات معناته كل تشابترين في يوم إذا تشابتر 14-15 بزيادة صفحة يلا زيادة صفحة مش مشكلة فرح تلاقي حالك فعليا خلصت ب 85-84-83 وإذا بدك ببعث لك هذا الجدول بيساعدك زي ما انت شايف التشابتر إلا 13 فما فوق 41 صفحة بخلصها ثلاث ايام لكن بعض تشابتر 6-7 صفحات جمعنا كل اثنين جم بعض أخذوا يوم اثنين مع بعض فأول شي تختار ثلاث وحدات اللي هي المتيرنتي البيدياتريك والمينتال هيلث هذول الثلاث وحدات عشان تعرف تقرأهم بتشوف شو أكثر واحدة تكرهها أو مش شاطر فيها تقرأها أول شي أنا واحد من الناس بحبش المتيرنتي أول إش فتحتوا المتيرنتي جريتها وخلصت منها ليش هاي الطريقة لأنك لو جريت اللي بتحبه في الأول مش رح تفتح اللي بتكرهها في الأخير فإخلص من أصعب اشي من أولها الجزء الثاني الوسط الجزء الثالث أكثر جزء بتموت فيه خلصنا من هاي الشغلة خلصنا الجزء الثالث تفتح الوحدة الثانية بتقرأ شابتر 6-7 وبعضيها بتمسك مادة الأدلت كلها من يونة ثمانية ل يونة 17 تقريبا بس بتخليه للسكن والآي أند إير لآخر شي بعدين بقول لك ليش الجزء الرابع اللي هي السكن والآي أند إير اللي حطناها عجنب بتقرأهم آخر شي من بين الأدلت كلهم ليش لأنه كل اللي مراج انت دارسه فاهمه عارفه من زمان من أيام الجامعة وشفته أيام خبرتك لكن احتمال 1% يكون عندك خبرة في الجلدية أو في العيون أو في الآن في أذن حنجرة فبتدرسهم آخر شي لأنه سهل إنك تنساهم بتكون قربت على مواد الامتحان آخر شي اللي هو الجزء الخامس الذي يدرس قبل الامتحان بأسبوعين اللي هم عبارة عن الخمس شباتل اللي هم بصن في بصن هذول الشباتل اللي هم أول شي الشابتر 5 18 و 19 اللي هي growth and development والشابتر 20 اللي هي care of older client والشابتر 11 اللي هي nutrition فهاي الشغلات كلها بصن في بصن بتخليها قبل الامتحان بأسبوع أو أسبوعين أو آخر أسبوعين في الثلاث أشهر دراسة بيظل عندك الجزء السادس اللي هي مواضيع مش مرتبطة بأي شي وبتقدر تقرأها في أي وقت فأنت قريت مثلا maternity حسيت حالك زهجان تقرأ ثنين منهم قريت البيدياتريك حسيت حالة زهجان تقرأ لك ثنين منهم قريت مثلا أول شابترين asset base balance مثلا بحوصات المختبر وهكذا أنا شخصيا حطيت البرنامج هذا وصرت كل يوم أدرس نصف صفحة أو صفحة زيادة بدل تسعين يوم خلصت المادة بثمانية وسبعين يوم فقط المفروض أنك تأخذ ثلاث أشهر بالكتاب وإذا اتبعت هذا المخطط راح تخلصهم قبل الثلاث أشهر بيومين ثلاث نصيحة نصيحة عشان ما ترجع زي بعض الناس بفتح الكتاب وقبل ما يخلصوا بصفحتين بيقول لك أنا نسيت اللي قريته بالأول إحساس الضياء هتصيبك منه اعمل إحسابك تختم المادة بأي طريقة وبعدها بس الأشياء اللي بدها بصم بتراجعها عشان هيك وإنت بتقرأ بتكون حاطة دفتر جنبك أو حاطة جنبك خمس ست صفحات بتكتب عليها الأشياء اللي بدها حفظ وهي تعمل ورقة للإيزوليشن بعض الأمراض راح يقول لك هذا بده دروبلت ايزوليشن هذا بده رسبيراتوري ايزوليشن هذا بده كونتاكت ايزوليشن فبتعمل ورقة الأمراض اللي مذكور شو الايزوليشن المناسب إليها لازم تكتبها وتحفظ لأنه ممكن يجيك سؤال عن النقطة هاي بتعمل ورقة ثانية للبوزيشن أغلب الأمراض الموجودة في الكتاب مكتوب شو البوزيشن اللي لازم تحط المريض فيه هذا المرض بده برون بوزيشن هذا بده صوباين بوزيشن هذا بده صايد لاينج بوزيشن هذا بده تريندلينبيرج بوزيشن وهكذا فبدك تعرف كل مرض شو البوزيشن المناسب إليه وشو الفايدة من هذا البوزيشن يمكن يسألك ليش مريض الأزمة بنحطه سيتينج بدك تعرف ليش الورقة الثالثة بتكتبها عن النيوترشن برضو أغلبية الأمراض في الكتاب موجود كل مرض شو الديت المناسب إليه هذا المرض لازم يكون قليل سكر هذا المرض لازم يكون قليل ملح هذا المرض لازم يكون رينالديت وهكذا فبدك تكتب كل مرض شو الوجب المناسب إليه رقم أربعة لازم تعمل ورقة لللاب ريزلت كل نتيجة مختبر موجودة جوه الكتاب هاي مطلوب منك تحفظها زي ما هي لأنه رح يجيك سؤال إنه مريض عنده الصوديوم كذا والبوتاسوم كذا والسكر كذا والضغط كذا شو أعمل له لازم تكون عارف شو الطبيعي مش رح أقول لك شو هون نورمال رينج للشجر لا ما رح يجيك سؤال زي هيك في بعض المربعات جوه الكتاب هاي بدك تحفظها زي اسمك لأنه كثير من الأمراض رح يسألك عندك مريض بشك من كذا وكذا شو أول شغل بتعملها ممكن يجيك السؤال أنا عملت له الخطوة الأولى شو أول إش بتعمله يعني بالعربة شو ثاني خطوة ممكن يجيك سؤال شو آخر إشي لازم تتأكد إنك ما نسيته قبل ما تغادر غرفة المريض فيا إما رح يسألك عن أول خطوة يا الثانية يا الأخيرة يا قبل الأخيرة لازم تعمل بطاقة صغيرة زي هاي تضلها معك وانت بتدرس للامتحان المستطيل الفوق هذا يكون وجهها والمستطيل اللي تحت يكون ظهر الورقة علشان وانت تقرأ السؤال لازم تعرف هذا من أي جزء من أجزاء الامتحان العشرة لأنه إنت لما تدخل الامتحان وتعرف إنه هذا السؤال mental health أو therapeutic communication معناته قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول عشر اتناعشر سؤال رح يجوني mental health طب حليت اتناعش بعديها لاحظت سؤال رقم 13 من جزء ثاني مثلا فارما مدام أنا عديت اتناعش إذن احتمال كبير إن حليتهم صح أو حليتهم كلهم غلط فيش حل وسط كيف بعرف حالي متوسط في جزء ما من الامتحان بيظل يكرر لي أسئلي من نفس القسم فلو إيجاني 100 مليون سؤال على mental health معناته أنا كل مرة بجيب أقل من النص بسؤال مش عارف أوصل فوق النص بسؤال بعد كل هاي المقدمة أي شركة رح تسجل معها أقول لهم أنا بدي واحد يعطيني دورة عن استراتيجيات الامتحان فرح يرتبو لك دورة سواء شخصيا أو أونلاين مش مشكلة رح تكون يوم أو يومين أو ثلاث بالكثير بعديها بتشتب الكتاب وبتبلش عليه خلصت الكتاب لمدة ثلاث أشهر درست عليه تفتح على موقع اليوورد بتوخذ منه أسئلة مخترحة أكثر من ألفين سؤال على مدة ثلاث أشهر ماكسيمم وغالبا رح تخلصه بشهرين بعد هيك بتكون أنت أصلا قبل ما يخلص اليوورد حجزت موقع الامتحان وعارف إم تبدأ تقدم امتحانك وإن شاء الله بالنجاح أسفين إذا طولنا عليكم بس الامتحان بده حكي كثير وفيه تفاصيل كثير ولسه أنا ما حكيت ثلاثة أربعة تفاصيل أصلا لكن إذا فيه إشي ما حكيته رح تأخذوا بدورة الاستراتيجيات لكن أنا حبيت أقول لك شو الفرق بين الانكليكس وغيرهم الامتحانات فقط لا غير أنا من نسب الامتحان سهل وفي الأخير جبت علامة كويسة كيف بدك تعرف حالك مزبط ولا لا إذا لقيت معظم الأسئلة اللي بتجيك صعبة أعرف أنه علامتك عالية أنت مطلوب منك 50 أو 51% في كل جزء لكن إذا ثلاثة أربعة امتحان ساتة أسئلة الساتة هاي أصعب مستوى فإذا مثلا من الخمسة وثمانين سؤال إجاك خمسين سؤال أو ستين سؤال ساتة أعرف أنك جاب 90% مثلا لكن إذا معظم الأسئلة سهلة جدا جدا أعرف أنك يا إما بطلوع الروح ناجح يا إما راسب 100% كل التوفيق للزملاء اللي عنده أي سؤال عن الهجرة عن أمريكا عن تحن نيكليكس عن تقديم الطلبات عن المقابلة السفارة عن الفيزا عن أي شيء كتب لي تحت بالتعليقات رح نعمل أكثر من فيديو الرد على أسئلة المتابعين وبالتوفيق للجميع وشكرا للمتابعة لا تنسى لايك للفيديو اشتراك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول كثير ناس بقولوا ما بوصلنا جديدك أنا كل يوم بنزل فيديو أحيانا فيديوهين باليوم اتأكد إنك حاطت زر الجرس على اول أو الكل عشان كل ما ينزل فيديو يجيك إشعار إنه نزل فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته